موسيقى مرحبا جميعا اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست جنزي جام البودكاست اللي بنحكي فيه عن كل شي بهمنا احنا جنزي انا عارين وانا حمزة اليوم رح ندخل على عالم اليوتيوب رح نحكي ليش الكل بده يصير يوتيوبر واليوتيوبرز المشاهير كان بياملوا اكيد كلنا هيك بنا ندور شوية مصاري لنشوف اذا الموضوع مربح وهال موضوع بشكل عام كله عن الشهرة والفلوس ولا في اشي تاني بيتخبى تحت في الاعماق طيب خلونا اول اشي نبلش بسؤال الكبير ليش الكل صار بدي يكون يوتيوبر يعني جد جد هلا صار حلم كل حدا وان راحت ايام ما كنا نحلم نكون شرطة ولا رواد فضاء ولا دكاترا اليك اليوم بنخالتي تقريبا هو صف ثامن حكايا لانه بده يبلش يصور وعمل ستريمينج لفيديو جيمز وبلعبها عشان يطلع شوية فلوس يصير يشتري فيها الالعاب تبعته وبصراحة مين بده يلومه اليوتيوبرز هلا عندهم كل شي شهره فلوس وحتى معجبين بس خلونا هيك نفصل شوي ليش الاغلب بده يصير يوتيوبر خلونا نبلش بالشهره اول اشي انك تكون يوتيوبر يعني انه انت عندك ملصة كبيرة عليها ملايين من الناس ممكن يشوفوه زي لما يكون عندك تيفي شو وانت غير الشهره في الفلوس في كتير يوتيوبرز كبار بيعملوا فلوس جد نحكي عن ملايين اي مثلا في ريبورت في الالفين وواحد وعشرين بحكي انه مستر بيست تعمل حوالي خمسين مليون صراحة لو تعطيني خمسين مليون على سنة اي ولكت ماي جوب ما تنسى الدخل السلبي بس يكون عندك كتير فيديوهات هاي الفيديوهات ممكن انهضلها جبلك فلوس عم طريق انك تحط اعلانات خلال الفيديو او الميرش حتى لما تكون مش عم بتصور زكي انك تاخد فلوس وانت نايم هلا خلينا شوف بعض اليوتيوبرز والمشاهير قديش بيعملوا حكينا عن مستر بيست وقبل كم يوم صار عنده بحدود 284 مليون قناته صارت اكبر قناة على اليوتيوب سفي كمان بيودي باي اللي عنده اكتر من 111 مليون مشترك وتقرير بتحكي انه بعمل حوالي 15 مليون دولار في السنة وما ننسى اليوتيوبرز اللي كتير متخصصين باشي معين ان في ناس جد عايشين من قنوات مثلا بتعمل دروس توهاك هاردوير كل موضوه ممكن تلاقي له حدا مهتم فيه وحتى اشياء ممكن احنا ككبار ممكن نشوفه اشي غريب في طفل اسمه رايان كاجي عنده قناة العاب بعمل ريفيو عليها قريبا بعمل بالسنة بحدود 20 مليون تخيل انه هذا الولد لسه ما كمل 13 سنة طيب حمزة اسمع بدي اسألك كم سؤال مين عنده اكبر قناة يوتيوب حاليا هو قناة مستر بيست عنده تقريبا 284 مليون ولكن قبل كم سنة كانت المنافسة الكبيرة بين بيودي باي وقناة تي سيريز تي سيريز هي قناة بتحط اغاني هندية وبيودي باي هو يوتيوبر بشارك قصص حياته وبنزل العاب وهيك وكان مستر بيست واحد من الدائمين لبيودي باي ولكن هلا سبقه بيودي باي حاليا عنده 111 مليون سؤال الثاني كم اعلى مبلغ اندفع ليوتيوبر عشان يعمل سبونسر اشي في الفيديو تبعه كانت بحدود مليون دولار في الفيديو تبع سكويد جيم لمستر بيست وتخيلوا انه هذا المبلغ كله كان بس لفيديو واحد بنحط الشهرة والفلوس عجنب في الكميونيتي اليوتيوبرز بيبنوا علاقات قوية مع الفان بيس تبعهم وغالبا بيعطوهم نك نيمز وما اني سألها مزايا الشغل منو اثن بيجيهم منتجات ببلاش من السبونسرشيبز حتى بيجيهم سفرات عشان يصير فيه بينهم كلابريشنز مع شركات ثانية وحتى كثير احداث بتصير بيكون لهم سبيشال سيتز فيها هاد اسلوب الحياة كتير ناس بيحلموا فيه والحياة مش بنبي للأسف الموضوع بده شغلي كتير وبدك تشتغل تحرث حراثي عشان توصل للاشي هاد اليوتيوبرز الكبار اللي منشوفهم اليوم ما صار الاشي معهم بيوم وليلة حطوا ساعات طويلة ويشتغلوا وصوروا ومنتجوا وعملوا كل شي وبرضه ما بننسى انه فيه ضخ وفيه انك تطلع افكار علشان تعمل محتوى جديد ويضل انه يجذب الناس هاد الاشي اكيد متعب فعليا وله الناس اللي عن جد بدهم يصيروا يوتيوبرز فيه كتير مصادر بتساعدك فيه دورات اونلاين لأكاديميتي المبدئين على اليوتيوب فيه طرق كتير تتعلم فيها الاسيات وتبلش قناتك بصراحة اه متعب خاصة لما يكون الواحد بده يكون حلمه انه يكون يوتيوبر ومن اهم الاشياء اللي ممكن نتذكرها انه لازم تكون متفاني بشغلة موضوع مش بس زي ما حكينا قبل هي شهرة وفلوس بس برضه لازم يكون عندك شغاف وبدك تضل مثابر على هذا الاشي ما بتقدر بيوم خلاص توقف لانه فيه ناس كتير بينبسم توقف شغلها وبتروح على هذا المجال من احدى المخاطر هي انه ممكن ما يقدر يرجع يتأقلم مع حياته القديمة فعليا فلو بتحرم انك تصير يوتيوبر امشي ورا حلمه بس تذكر انك تكون صادق مع حالك وتشتغل عن جد وتضل ورا شغلك تستمتع برضه من بعرف ممكن انت تكون البق هتة الجاي خلينا هلا هيك نرجع نحكي الافكار اللي حكيناها انه الواحد يصير يوتيوبر في عالمنا هلا هو اشي كتير حلو هي بين خلطة من الكرياتيفيتي على انتربنورشيب على كوميونيتي بيلدينج وسواء كنت بالموضوع عشان الشهرة والفلوس او بس عشان تنبسط اكيد اليوتيوبرز هلا لهم تأثير كبير على ثقافتنا كيف بنعيش تمام تمام يا جماعة اذكر ان انكم كنتوا معنا بحلقة من جنزي جام اتمنى ان تكون عجبتكم استفدتم من هاي الحلقة اذا عندكم اي افكار او اسرع عن كيف تصير يوتيوبرز خلونا نعرف استمنونا في حلقات تانية انا عارين وانا حمزة خليكم مبدايين خليكم ملهمين و as always keep jamming اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة